يأتي إطلاق إيران لعشرات السواريخ البلستية لسيما شهاب ثلاثة القادر على بلوغ إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في سياق التهديدات المحتملة التي تواجه إيران من قبل الدول الغربية على خلفية أزمة برنامجها النووي المثير للجدل نحن نعتبر أن مناورات الرسول الأعظم سبعة الصاروخية هي تجسيد للإرادة السياسية للشعب الإيراني في الدفاع عن مصالحه الوطنية وتهدف هذه المناورات الإيرانية التي تستمر ثلاثة أيام إلى توجه رسالة إلى الدول التي يمكن أن تحاول مهاجمة إيران وذلك حسب ما أعلن عنه في وقت سابق قائد القوات الجوية الفضائية في الحرس الثوري في إيران وكانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قد أثرت مرات عدة في الأشهر الماضية احتمال توجيه ضربات عسكرية لمنشآت نووية إيرانية في حال فشل المساعد ديبلوماسية لإقناع إيران بالعدول عن برنامجها لتخصيب الإيرانيوم وكانت المفاوضات قد استؤنفت في أبريل الماضي بعد توقف دام 15 شهرا لكن ثلاث جولات من المفاوضات في اسطنبول بغداد وموسكو لم تتح أي تقدم مما يزيد من مخاطر حصول مواجهة عسكرية وفي سياق متصل عززت الولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري في الخريج وذلك للحيلولة دون إغلاق مضيق هرموز الذي كانت إيران قد هددت بإغلاقه في وجه الملاحة الدولية مطلع العام الحالي ترجمة نانسي قنقر